السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليه مهم انك تقرأ كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة ما تكسلش عشان الكتاب ده فعلا هيفيدك في تطوير او حتى انقاذ علاقتك الزوجية او العاطفية الكتاب ده من اكتر الكتب مبيعا على مستوى العالم وحقق مبيعات في جميع انحاء العالم اكتر من 15 مليون نسخة ده طبعا النسخ الحقيقية انما لو اتكلمنا عن النسخ المسروقة فالرقم ممكن يعدي العشرين مليون وتم الترجمة الكتاب لاغلب لغات العالم تقريبا واللي اقل في الكتاب هو الطبيب النفسي الامريكي جون جري وتكلم في الكتاب ده عن الاختلافات النفسية الكبيرة بين شخصية الرجال وشخصية النساء وبيعرض كمان الطرق الصحية اللي كل منهم لازم يسلكها عشان يعيشوا حياة هدية من خلال فهم تفكير الاخر وكيفية تحليله للامور المختلفة اهداف كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة بيتناول الكاتب الاختلافات في طرق التفكير وتحليل المواقف ما بين الرجال والنساء عن طريق وضع فرضية غريبة شوية وهي ان اهل كوكب المريخ ادروا انهم يصنعوا تلسكوبات اللي مراقبة الحياة في الكواكب الاخرى وانهم شافوا سكان كوكب الزهرة من خلال التلسكوبات دي وهب وععوا في حبهم رغم اختلاف عواليمهم وطبيعتهم وراحوا وصنعوا سفن فضائية عشان يوصلوا لاهل الزهرة بس التغيير الحقيقي حصل بين الكائنات دي لما خدوا قرار بالانتقال للعيش في كوكب الارض وعشان المناخ المختلف في كوكب الارض اتحولت الكائنات اللي جاية من المريخ الى الرجال اصحاب الشخصيات المتصلبة الحادة والكائنات اللي من الزهرة الى النساء ذوات المشاعر والتحليلات الغريبة وعلى مدار الرواية بيقوم جري بتوضيح ده وبقى بيشرح الاختلاف بينهم وازاي كل واحد فيهم بيتلقى الكلمات وازاي عقولهم بتفسرها فصول الكتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة السيد الخبير ولجنة تحسين البيت يذهب الرجال الى كهوفهم وتتحدث النساء كيف تحفز الجنس الاخر التحدث بلغات مختلفة الرجال مثل الاحزمة المطاطية النساء مثل الامواج استكشاف حاجاتنا الطبيعية العاطفية المختلفة كيف تتفادى المجاملات احراز النقاط مع الجنس الاخر كيف تنقل للاخرين مشاعر سيئة كيف تطلب الدعم وتحصل عليه الابقاء على سحر الحب حيا وهنا خلينا اقولكم على شوية مقططفات من الكتاب يمكن القيام بتغييرات بسيطة دون التضحية بهويتنا فعندما يكون التلميذ مستعدا يظهر الأستاذ وعندما يسأل السؤال تسمع الإجابة وعندما نكون حقا مستعدين للأخذ عندئذ سيصبح ما نحتاج إليه متوفرا حين لا يشعر الرجل أنه يحدث أثرا إيجابيا في حياة شخص آخر فإنه من الصعب عليه أن يستمر في الاهتمام بنفسه وبعلاقاته ومن الصعب أن يكون محفزا عندما لا يحتاج إليه أحد وليصبح محفزا مرة أخرى فإنه يحتاج إلى أن يشعر بأنه مقدر حق قدره وموثوق به ومقبول عندما يقع الرجل في الحب يبدأ في الاهتمام بشخص آخر بقدر ما يهتم بنفسه ويصبح فجأة طليقا من أغلال كونه محفزا لنفسه ويصبح حرا ليمنح غيره ليس لمغنى من شخصي ولكن نتيجة لاهتمامه إنه يعيش رضا شريكته وكأنه رضاه الشخصي إن أعظم الفروق بين الرجال والنساء هي طريقة تعايشهم مع الضغوط يصبح الرجال أكثر تركيزا وانسحابا بينما تصبح النساء مثقلات مشوشات عاطفية عندما تفهم الموقف بشكل صحيح فلن يكون أبدا بنفس السوق كما تظن من الصعب بالنسبة للرجل أن ينصت للمرأة عندما تكون هي غير سعيدة أو خائبة الأمل لأنه سيشعر أنه فاشل إن شاء الله المرة الجاية هنشرح أو هنتكلم عن كتاب لغات الحب الخامس وده برضو كتاب مهم جدا 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 أنا نفسي استفقت منه كتير لو عجبكم الفيديو وارروح لصحابكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته